السؤال اللي بعد كده بيقول ما كفارة النذر النذر يا سيدي في أصله أنه واحد مش فرض عليه حاجة مش فرض عليه حاجة زي مش فرض عليه أنه هو يضحي فإن اللي حاصل قال لله علي أن أضحي هذه السنة فبقت المسألة بدل ما كانت مندوبة أو سنة أو مباحة بس في حالتنا ديها تبقى سنة تحولت إلى إيه؟ واجب تحولت إلى إيه؟ واجب طب إذا ما قدرش يقديها بقى هنعمل إيه؟ يبقى هو عنده نذر ومش يقدر يعمله خالص أو مش يقدر يعمله على النحو الذي تلفظ به ليه؟ لأن إحنا عندنا بنتعامل مع النذر أن الشرط اللي حطه النذر أن الشرط اللي حطه الشخص اللي نذر بيبقى بالضبط زي ما عندنا قاعدة بتقول إيه؟ أن شرط الواقف كنص الشارع يعني اللي بيقوله الواقف كأن ده وحي كأنه شيء موجود في الكتاب والسنة ليه؟ لأنه هو الذي شرطه على نفسه كذلك في النذر الشرط اللي هو شرطه على نفسه فقال إيه؟ لله علي أن أضحي بعجل مثلاً هذا العام ما عاوش فلوس فما ضحاش بعجل يبقى هو ما وفاش بالنذر ما إحنا قلنا لك من أول ما تنذرش حاجة إيه ده وأنتو ما تحبوش آه إحنا ما نحبش النذر إن إن فيه تكليف الإنسان ولذلك كتير عدد من المذاب بيجعل إن النذر في أصله مكروه مكروه يعني إيه ما تعملوش أحسن عشان ما تفردش على نفسك حاجة وبعدين تقع في عدم الإيه؟ في عدم الوفاء ولذلك يحصل بقى إيه؟ عن أتعامل مع النذر كأنه كفارت يمين يعني إيه؟ إذا هو ما وفاش بالنذر هو نذر نذر وما وفاش بالنذر وما قدرش خلاص هو مش قادر يشتري العجلة عشان يروح به السنادي يبقى إيه لحاصل؟ يبقى هو يعمل حاجة لطيفة خالص 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 يعمل إيه؟ يكفر عن يمينه كأنه حلف قال والله كذا والله طب يبقى إيه؟ يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه يعني يعمل إيه؟ يطعم عشرة مساكين يطعم عشرة مساكين يا سادة إحنا جايين مقبلين على أيام فرحة من أول يوم عرفة لغاية أيام يوم النح اللي هو يوم العيد ثم بعد ذلك أيام التشريق أيام العيد اللي بنكمل فيها العيد يا سادة عايز أقول لكم حاجة مهمة أوي إحنا فيه عبادة منسية عندنا عبادة اسمها عبادة الفرح لازم نعبد الله بالفرح الأيام اللي جاية افرحوا وسعوا على أهلكم ليس هناك موسم إلا وربنا يحب إن الناس توسع على أهلها وسعوا على أهلكم بالحاجات اللي بيحبوها وعرفوا إن فيه عبادة اسمها عبادة الفرح هو مين اللي من علينا بيوم عرفة اللي بيغفر سنة سابقة وحاجة النبي تمنى بسنة لاحق مين اللي من علينا بيوم يسعدنا الله سبحانه وتعالى به مش دا يوم فرحة يوم العيد دا يوم فرح والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا أمرنا بالفرح يبقى الفرح دا عبادة بالله عليكم بلاش الخصلة اللي احنا ما بنحباش دي إن احنا ننكد على بعض في العيد بالله عليكم ربنا ما يرزقناش وإحنا ندايا على نفسنا ربنا ما يسعدناش وإحنا نغم نفسنا ربنا ما يشرحش صدرنا وإحنا نقبض قلوبنا ربنا ما يخلناش في وسع وسعادة وهنا وإحنا ندايا على نفسنا افرحوا افرحوا لأن الفرحة دي بتفتح لكم باب السعادة بنعمة ربنا ما شفتش حاجة تقرب العباد من شكر نعمة ربنا قد الفرح املوا لبكم فرح وهنا والسرور وكونوا مع الرب سبحانه وتعالى الغفور عشان يملأ حياتكم بالنور خلوا حياتكم مليانة بالسرور والسعادة ربنا بيحبنا أن احنا نفرح ولو ما كانتش بيحبنا أن احنا نفرح ما كانتش بعت لنا كل المواسم دي وما بعت لناش الاعياد أما وإنه جعل في حياتنا اعياد فهو سبحانه وتعالى يريد أن يفرح العباد وعشان كده افرحوا ووسعوا على أهلكم ايوا تنسوا كل ما توسع على أهلك يمر عليك العيد اللي جاي وانت ربنا موسع عليك زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من وسع على أهل بيته في يوم عشراء ووسع الله عليه سائر سنتي الحقيقة كل أهل اللي بيقولوا إن دا مش خاص بيوم عشراء دا خاص بكل المواسم من وسع على أهله في المواسم الله سبحانه وتعالى غنّمه الغنائم وبارك له وغنّمه السعى والبركة والفتح يا رب ما تحرمنا إن احنا نكون من أهل الحكمة ومن أهل النضوط فنوسع على أهلنا ونفرح أهلنا ونكون دايما في شكر نعمتك ترجمة نانسي قنقر